رسميا مواعيد صرف معاشات شهر مارس 2021 وبيان هام من هيئة البريد المصري لأصحاب المعاشات أهلا بكم أدعوكم الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد ولا تنسوا دعم المقطع بلايك تحديدا من موقع الوطن يوم الاثنين 22 فبراير 2021 تبدأ الهيئة القومية للبريد صرف المعاشات شهر مارس 2021 بداية من يوم الأحد المقبل عبر 4000 مكتب منتشر على مستوى الجمهورية قالت مصادر بالهيئة العامة للبريد المصري أنه اعتبار من يوم واحد مارس 2021 واثنين مارس 2021 سيتم صرف معاشات المواطنين التي تقل عن 1000 جنيه فيما خصصت الهيئة يوم 3 مارس 2021 و4 مارس 2021 لصرف المعاشات للمواطنين التي تقل عن 2000 جنيه بينما خصصت الهيئة يوم 5 مارس 2021 و6 مارس 2021 للمواطنين التي تزيد معاشاتهم عن 2000 جنيه وتتبنى وزارة الاتصالات خطة لتحقيق تحول نوعي من مكاتب البريد المصري لتمكينه من تجديم مصفوفة من الخدمات الحيوية للمواطنين والتي تشمل الخدمات الحكومية وخدمات الشمول المالي بالإضافة إلى الخدمات البريدية وبكلفة إجمالية 6 مليار جنيه تم الانتهاء من تطوير 800 مكتب في 2019 وتممية مكتب إضافي في 2020 مع العمل على تطوير 1500 مكتب في 2021 وأطلقت الهيئة خطة لتركيب مكينات الصرف الآلي الخاصة بالبريد بعد 350 مكينة في 2019 و350 أخرى في 2020 مع مستهدف تركيب 1000 مكينة خلال عام 2021 وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى مليار جنيه وتم استحداث منافذ بريدية جديدة من خلال نشر نحو 30 كشك بريدي في 2020 والعمل على نشر 70 كشك في 2021 بكلفة إجمالية 120 مليون جنيه بالإضافة إلى تجهيز المكاتب المتنقلة من خلال توفير نحو 20 سيارة مجهزة ومزودة بموظف البريد ومكينة الصرف الآلي خلال 2021 ليصل إجمالي المكاتب المتنقلة إلى 85 مكتب متنقل بتكلفة إجمالية 140 مليون جنيه مؤكدا على أنه في إطار الحفاظ على أصول الدولة ومبانيها التراسية تم تنفيذ خطة تطوير لمتحف البريد المصري بالعتبة بالاعتماد على التقنيات الجديدة من خلال استخدام تكنولوجيا الزكاء الاصطناعي والواقع المعزز كما تم زيادة مساحة المتحف من 530 متر مربع إلى 7000 متر مربع وزيادة عدد قاعات المتحف من قاعتين إلى 10 إلى 15 قاعة بالإضافة إلى زيادة المقتنيات المعروضة من 1250 قطعة إلى 3500 قطعة إذا أعجبك الفيديو عزيز المتابع من فضلك قم بالاشتراك في القناة بالضغط على زر اشتراك الأحمر أسفل الفيديو وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد ولا تنسى دعم المقطع بلايك ترجمة نانسي قنقر